أشعرنا معكم بعد الفاصل مستمعاتي مستمعينا تنرحب مجدداً بكل ناس لكي ينضموا لنا وكي يلتحقوا بنا لحظة نشوف خمسة دقيقة على مجدداتكم أمفين بالنسبة لساكنات مدينة الدر الودا نسمعوا لنا على الموجة 106 تحية كبيرة لكم مغاربة العالم أيضاً مرحبا بكم معنا على أرقامنا الواتساب اللي هي 064004 وصلنا لفقرتنا الموروطنا الجميل لدائمة الحيو وفي كل حلقات مع أخي يفتح الشاب فقرة الآشاب مالأشاب مرحبا بكم ويفتح رب يخليك وعطاك الخير لبس عليك شوية الحمد لله في خبارك ضربني شيئة البرد ولكن الحمد لله كنت حركو وهل أنا أصغبني الله أعطيها هاي لك وقدرت في حد الحصة ما فيها ما صار شوية الفوطن نارية شوية حجام جافة ونتخلوه في كثيفات ولكن دصرنا ومنع أنت يعيش حسيت بالرحب بموسم ونقدم تحية كبيرة لأخوات رائعة شابات صغار بمناسبة لأبناء الجامعة ديونا كدروا دورتك ويني يعني يا لاتهالي في الراس ويقول لا ولكن مرض الكواني في وعد يوجد مني تعجبني راسي تم ميجي في طنوبيل ومهبة الجاج وكعفلوا طروت من فرحان من البرد وصافي أنا دخلت الضرب كعني كي حرقوني صافي قدين غراد نعسي أوف الليل نطس مزير سأل حمد لله لدينا شي شوية تخيل نصيحة للناس كاملين هاتفطرار بنزلارة كدور يردوا بعهم وبالحواجة سهلين سهلين هو ذك الكاثرونة اللي فيها الماء وفيها بعض الأحشاب اللي كتغلى منها كتبوخ وتعقم وكتسرح الجهة السرفوسي نعطيهم مع المثال مثلا نقدروا فيها الكاليبتوس خزامة زعتر آزير مريوت مثلا قشور الحامض عهوذية القرفا قرنفل قنص الزخر كذلك وليلقوا وليلقوا شي زيت أساسي ولا شي روح دي يفلي ودي كالتوز هاجا يدروا حط قطيرة ولا جوج ويخلي ويخلي والطبخ وتبوخ الدار كامل وكل شي تكي يصنشقها أول حاجة تطقي بذلك جهاز التنفسي والخيشوم والجيوب الألفي وذلك شي زائد أن الدار والبيت 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 والحزوين والعفو لأن هذه الفترة النسبة للمناعة لإنسان تكون متدنية زائد الحوج يتشمش ومتدخل البيوت وذلك يتشمش ومتدخل الخموط البيت يقولون خموط الخملة مهم هتعدي يدرونها من الأحسن يدرونها في الليل ويتأكدوا أنه ترجم مزدودين ومش مزدد البعرة يغلي فعالة رائعة زائدة يخلي واحد يحزوين في البيت وفعالة فعالة يردو بالهم هاللوقات يتعادرة بل إنسان يضربوا البردر وكانت صحيح في الصيح جيت مزيّر وخدرت أبي ديها يعني كانت في الصيف ولكن في البردر مشكلة تايارة الهوائر واحد يرد البال وبيدتهم نعود للفكرة المسامة عيدوك كاليبتوس الزعتر خزامة آزير فليون نعناع نزيد وقت نخل كيقو بسنان كيقو الزعتر شدو حواصين رائعة رائعة كتوسع الشعاب الهوائية وكتهمد الناس اللي عدم السعولاء الكثير كتهمد مزيان مزيان ندخل في وصفات خصوصا الناس اللي عدم هذا سيدي تاني زيد كذلك قشور الحامض القرفق القرنفل الزعتر كامل يتبخ بالدار يلقوا زيت أساسية إما النعنع إما الكاليبتوس الزعتر إما الخزامة هذو أي زيت وخاء واحد فيهم يدروا تقطير في ذلك الكاثر من المغلة وشعلوا على البوطة ومن يبدأ يطفو عليه رائعة الفابور يبدأ خرج ودوز على البيت وستنشقوا من وخصوصا ندروا في الليل ونستفيدوا من أي نسمة خرج من ذلك الكاثر ونعقموا في البيت وننزلوا وننسوش هذا المحلول الذي سنسلوا منه لا نصفو ونصفو ونصفو به طوال مثلا الكوزين ومسحو بحاجة كل موض معقمة ومطهرة وفعالة وتخلي رح زوين وبسبب هذه تخليطة هي بحاجة تخليطة صين غير بغير يغلو موال ويطلو شوية 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 وطريف الفاخر وطريف دي الشب ويدلوف شيس قشير القديم وش عقد ووحف بلا كار علاش كتابسور بالرطوبة الغبلة والتونية أي حاجة كتابسور ذائد كريحة دي الحويج اللي كيقوم طويل متطويلة كي أبصور بها عطيها دي الحامد وزائد كليبتيو سخزامة زعتر آزير فليو نعنا هادور ريحة فعالة فعالة بغيرو أحسن هاتشي كامي يدرو صغير ورين في حياتي صغير وحد عشر ولا اتناشر صغيرة حويجات يزو يخشو هنا ويخشو هنا ويخشو هنا البصري في الكبابات فاليفاس وش حاجة تقال يجيو يجيب يخشو وحدة هنا ووحدة هنا وستدعلي كيتهن وبكتقال لتونية اللغم لا لأولو تدخل شي حاشرة كتجي ريحة غريبة كتخرج حالة ما كتعمرش بزيان لحقاش مواد معقمة ومطهيرة زائد تدابير بسيطة وبسيطة تعطينا فعالية تهنينا بزاف تحويج تهنينا من الطبيب من دوام بسيطان بزاف تحويج إلا درناها بلإبان ديالة مش تنطيح عبش نقلب وكينو حد تويو أخر تريد الناس اللي بغو يعقمو البيت ديالهم مثلا و البيت النحاس خصوصا البيت نحس تشكو فيه لفصوف و لفتلامط و لفتلامط و لفتلكارات الكافور كافور كين 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 خدم فيها الأدوات ما نحتاجون لدبوحة وصفة الصيف ماشي وصفة ديالشتا كن عمرهم كافور نعملهم بسرائلة كن سد ونطرق كتقم هل كتير تعمل كافور دائما دائما مش جاهدش ناس عائلة العريقة كين صوفة ومناسبة الكافور ركال بلدي كين 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 يا حلفة يا ريش ما عندنا مشكل اول حاجة اجراء البكتيريا نسيتم حساسية خصوصات تحيد البكتيريات وشي لا تكون في الدار تسترك ومناسبة ما قلت لك بسبب العيالات اللي بغدر واحد لمحة في بيت النعاس واحد رائحة غريبة عجيبة في النعاس محسن من وانا تجيب الأرواح الهاد اللي تتركز عليش الفوائحة اللي كتعطين كتيري وقدر الجذب ما قال الياسمين الظهر الورد ياسمين القرنفل القرنفل القرفة هادو قلنا الورد هادزيوت الزيوت الأساسية ماشي خلطوها يجبوا اي زيت عندهم راجلو من زيت نور الشمس مثلا وقدروا في الزيت مثلا نور الشمس يفرشوه وقدروا قطيرات من هادزيوت كاملة الأساسية عندك القرفة الزهر قرنفل مثلا الياسمي كما قلتي الورد الزيوت الأساسية عشت قطيرات عشت استعمال خارجي ماشيز خارجي استعمال في الأجواء واشي يجيبو عويدات اللي كندرون من البغوشت للخشب هادو هادو ونحلوهم بشكل الريشة ونحطوهم في بيت النعاز خصوصا في الكوافوز شي بريس قريبا الراس قريبا مجرى هوا كيدخول كيدرف فيهم الهواء وكيدين لذيك الرواح وذيك العطور فعال ويسدوا الباب وما يحلوش واحد ساعتين تلسسوية وشوف في الرحارة وحد تولي هي ضيفة في بيت النعاز لا تولي ومناسبة ونفتحنا هذا القوس نزين كسير شوية من بعد بيت الحويج تعطي الراتابة نقول في العائلة الزوجية وفي الزواج وفي العلاقة الحميمية يقول لك الحم يتخاوى حاشا الحم يتخاواش مرتك مرتك واختك واختك وخوك وزوجك زوجك الحم يتخاوى ووقع ندخله في الراتابة وندخله في ذلك المال في ذلك الروتين الكائيب الرجل يدير واحد مصطرق تجيب ضباقة الخدمة هو كلمة المتقعة تحجرنا فيسبوك يدخل يتفرج في جزيرة يتفرج ويدخل إنعس مرة في السمانة تقدر تكون علاقة حميمية أو ما تكون كذلك هي كتدخل في ذلك الروتين كوزينا تفق الصباح كده توجه هدو لغا يتخاوى الحم يقشف يقول يمحجر يقول يمخشب لذا المرأة تكون صيدة الموقف دائما تغيير هدرنا لك الهالة لذلك الأسبوع دائما تكون صيدة الموقف الرجل يتحرك بيبي غير هو كبير وصدر مزغغب وخارج صحيح وكرا بيبي المرأة التي تهبط عندها كيف تدير تغيير من أن أعطيت هذه القادية التي تتعطر البيت وذلك ما فيها بس الكوفرلي واللوان والخوام وذلك يتبدل كل كاش تبدل اللون تبدل لها مبقاش ذلك شي غالي لا ولكن مبقاش غالي هات شي الأتواب مبقاش غالية كل شي يتوفر دائما دائما شي نموسية إذا كان راسها جيت بلاكار ورجليها جيت شهر شهر ونص نبدل شقلب دائما شقلب اللون تنعز الشقلب يتبدل لماذا نرى الإنسان يدخل في الفصيلة نسميه بحل قاطعة لماذا في الحياة البنية الحياة البداية الأولى كان دائما الإنسان متجول دائما تتزوج وكان بزيف تحويجات نسميه بحل قاطعة نحن هاتي ندلو الإسقاط على بيت الناس وأن دائما غير دائما يدخل يدخل نخرب للميزاج يتبدل ويتدلي ميزاج هادو يتحفزو كذلك هو الجانب الأنت وفيها والجانب الذكور فيك رجعون الحياة البداية لديل ذاكر مع أنت ماشي لحم كيت خاوة اختور من ناحية الرحمة ومن ناحية المودة فعلا كلا ماشي اختور 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 همزوج أبو ذاتا تغيير 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 ما يكلف كثيرا هذينا ساهلة الأرواح كدير 15 درام للقرية عشر من الليتر للأرواح تضرب لي ومعام وكويسات موجودين هذي تعطي الأتواب الخير موجود وبدلي والأشكال هنا أميرات وكويرية وعجم حلوين اللي طاير بساط الريح ويجيب تخلي إنسان ذاك الراجل اللي دخل ذاك البيض قسح اللي في مغارة دين وليش التغيير تغيير مزيد لها ميت سالكا نرجع الحديث مرحب يا كوية افتاح نرجع الوصفتنا مرحب ما عطينا هاش اي اعطيناها ولكن ما عطيناها مش تدابير دي لو مركز نش ندخلو معه الفواكي اش كنقولو تنقولو العصير دي الحامد مع القصغيرة ودائما مني سمعوا مني كلمة بسبب الوجه منيقول خلط تفاح او عصير دي الحامد شنو مع القصغيرة فقط كافية سافية وافية امتان ضوزيو امتان كتروا في العناصر اش كن كتروا فيهم كتروا فيهم بحالش مثلا الخضار بغانين ندخلو مصير البصرة دينا ندخلو مليكو احمد كندخلو مع القصغيرة كافية جمعات سالات المت لهذا ندخلو مع القصغيرة دي الحامد مصر وحامد مع القصغيرة وتفاح هم الاحسن كتفاحة بلدية تكون نحيدو لغير ذاك النبات وزرير ونخلو بقشور وكل شي لا ونتحن في تحانة العطرية ونزيدوها مع القصغيرة دي العسل فقط لا غير بغو يدخلطها كاملة جمعها كل فدك تحانة العطرية ننقرضوها كروات نزيدوها مع القصغيرة دي الحامد ونصوصو 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 نحتاجو تفاح بحد ذاته بكل شي بكل شي لي قدرنا البارع للتفاح قشرته بكل شي أول حاجة الكولاجين العنصر المحن عباد الله اللي خلا بنيات عدو 24 سنة بدأوا بتجاعد وبدأوا يشرفو وبدأوا يخرفو بكري كانت هذه القضية تغذية تسليمة ما كانت هذا الظاهرة كانت تجاعد والرجل يصلاع ولي بدي يشيب رات يدي ويجيب في اليايام ده كنت وليدات 26 و30 و30 ويشيب وبدأت صلاح علاش حنا هلية ذوي نقل في جهدرت مع كذلك الكولاجين هو المشكل الواحد اللي عدنا مسببات شيخوخة مسببات الهارة مسببات الصالح مسببات تجاعد كي طيح نشعر هو هذا ليش خالق ولكن هو إفراز خارج من تفاعلات في الجسم إنسان لهذا خص ندخل الحويجات نظام غذائي يكون غني بموضة الأكساد ومعنى فهذه للبرددة مالقوا محسن زيت العود زيت البلدية في الطرابة عرق كوي سعر ومخص خوي سعر ونسيئ ومقض لا قدروا مايقض زيت العود عرق واو روعة يبغوا يدرو تخليطة سائلة معلها مثلا زويت عود في قريعة أندرو فالشويت تومة ورق 15 سريون ونجون ويبقى تركتها الزجوع في الصباح الذي يتضبعي في الصباح فهناك الخدمة يتصل على صوت فإنك العجل فهناك عزيزة لبساط، ما يقولون أنه أكدت بساطة، يقولون أكدت بساطة من 30 درم؟ بساطة، وما يتضبعين، وهناك عزيزة مستعدة فهناك بمعاناة، أنه لا يتضبع، لأن البيان يتضبع من البرد كانت سخون مع رسيم معنقر وكاني يتضبع من الأشخاص وصفة هذه صراحة الكثير من النساء التي يهتم بها هذه القديمة فتحنا قوس فتحنا قوس انتهى الله فيهم بغاو هذا القديد يصابوا كفيتير للوليدات ماشي الوليدات من الوليدات تطالعات الكبار هاد تومة والشريحة كان يمحت طريقة واهلة وفعالة وغدقى الأول مرة وبالداليل هادى الليك نجيبو كسكاس قليلي قديمة تقدير المغلي غالي كده لك نبخروه وباشا نبخروها كندرو كسكاس ديانا تجيبو الشريحة نغسلوها ونفتحوها وندرو كل الشريحة فيها في سياسة توم كندرو كسكاس بشكل يطوع النجمة متشبكها باش يمقى ذاك الفابوري من يطلع ولكن لتحت لما ندروش هالمبو حدوغ وندرو على الناس اللي قلنا دابا تندرو واحد شوية الزعتر شوية خزامة شوية الكاركتو شوية معدنو شوية القصبر شوية المريوت كما قلنا القازير فليون نعناع كل شو ندروه لتحت قلنا قطرات من شي زيت أساسي ندرو والتحت شو الهدف؟ مني غي بدي أغلي هدقي بدي تجالب غي طلع زيو الطيارة غتبخار غتشبه هذيك وتصوري هذيك شريحة بفعالي ديانا بكل شيء وغتتاخد فابور هاتي غانيب هاتي زيو الطيارة كاملة اللي عنا صير كاملة في ليون مري وتزعتر آزير هاتي كامل فابور ديانو كي طيب لينا يطبخ لينا هذي ومنين ندرو فوشا نخشي وات قوا بليات الزبدة لحيدون ندرو فوشا سوبر ديالزاج ونجيبو زويتا بليا على حسب كمية من ثلاثة المعالق وتي الطالعة ترى بعد يزيد ومخصات تغطية تغطية بلياتي نزيدهم هاتي كاملة سويت طحن ونزيدو العسل ونطحنوه وندربوه نجيبو الدراب ديال الكهربائي وندربوه يقول لي كله بحل شبول بحل شبول كوفيتير وندرو فقرع وندرو فتلاجة ديالنا هذا ما يسخنوه موالوق ياخدوه مع القاة الصغار ياخدوه مع القاة صغيرة وكبر ياخدوه مع القاة كبيرة وخعمر لوحدة في الصباح فعالة 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 غير هذيك التومة بلا زيت بلا عسل بلا يديك الوغشريحة والتومة والعسل وزيت العود نحفظ معك نوص مرحبا يلا بسم الله وهذي كتب نام الله يسجدوها مشكلة ما غتتكلفه مش كثير يجيبوك براي ما يدرو فعل ما التحت واشغ يدرو التحت هيدرو شوية الزتر شوية فليو شوية آزير شوية خزامة شوية تكاربتوس شوية العنع شوية الفليو شوية القصبر شوية معدنوس وراق يدروهم ودرو الماء ويجيبوك تكسام ويحطوه ويجيبوك التومة وشريحة مثلا دلون سكيلو ديل الشريحة روايب عدي التومة وكل التومة يغسلو بعدها كانوا يمسحو الشريحة فتحوا بموص كل شريحة دروفها في الساعة توم ويستفوها بشكل بشكل يخلي مشبكة باش خلي ذاك الفابور اللي غي طعملتها ولا غي طبخه ولا غي طيبانينا لهذا ونجعلوا عني البوطتي تجاهد من دي بدا الفابور يخرج ونقصوه ونقصوه مع راسنا مر مران هزوله بلنا المقلي نزيدو الماء عندنا الهدف هو ذاك المغلة دي هاد الأعشاب كاملة يتبع بهاد زيو الطيارة وتصوري هاد زيو الطيارة وتعزولك كون يقدر يدبر عن ماتالين دابها هاد الساعة يدبر عن الزيو الطيارة دي المره وتمين غي تجيبها ولكن يملك الطبخة وكديرها في الماء مغلة وكدطلع وكدفابورة وكدطبخ وسمعني هاد يكتم بحديث حتى يدرك هاد يتبع بحديث التي تتبع بحديث دي المنزل ويجب أن تتبع بحديث ويجب أن يكون تتبع بحديث تصبح محبوظة ويجب أن تتبع بحديث ويجب أن تتبع بحديث قد تتبع بحديث وين نسوا في هذه المغلة هذا كما قلنا قبولة إما قشور الحامض، إما قشور الرنج، إما قشور زنبوع، إما قشور الليمون، هذه ضرورة حويشة تزيد وقرفة، قرنفل، أشوف أقاعد الحويشات، عيارة المغربية، ركت دخول كزيرة، كتعرف سبحان الله العظيم، هذه الكحبة، هذه البرد، هذه الحساسية، هذه الهديد، هذه الوجاع، تعالي المتها كبرت فيها، نحن في المغرب العربي، وخصوص الشمال إفريقيا، وبحل أبن المتوسط، كان عيشوا بالأعشاب، كان موتوا بالأعشاب، يستشروا مع المختصين، بحل حويشات الليمون فيك يدروهم وكبروا بهم، هذه كوش دارية، أبنبغد ديش وصفة مركبة، درورة تصل بينها، أو تصل بشي الخابير ديالها، أو ليش عشاب ديالها، ويعطيها، هو غي وجهها، شوف المعلومة، ساهل لما خسرتها حاجة، لهذا نحاولوا مع أمكان رجعوا وصفة ديالنا. مرحباً، والله يتم مرحباً، والله يتم مرحباً، وقسموا بيلا، والشيفة يا ربي الجانع المسنعين، والكتية، والطاقة الرحية، يا ربي يخليك، مرحباً، إن شاء الله هذا وصفة هذي، بديخليك، تفد الخيات، يلا، عدنا معلقة صغيرات ديال الحامض، وعدنا تفاح متوسطة، وعدنا معلقة كبيرة ديالعسل، هذا شيء تطحن كامل لماسبة التفاحة، من الأحسن اللي يلقى وغيت ليمرضاق، هذي تفاح البلدي، هذي تفاح البلدي مركز أكثر وغني أكثر بودات الأكسادة عقلت الميت اللي أعطيتك البالح، تفاحة بلدية، وتفاح هذيك الزوينة الحمراء اللي في الريحة، واقسمي هذي، واقسمي هذي، وحطي يومدر واحد من الساعة ورجعي، الأخلاق حارة نادية بطل البلد، دغية تدير الأكسادة، دغية تحمي راسها، والأخلاق كتدير، كتدير داع داع وبدأ تلهل وبدأ تنهار، هذي تفاح بروت، هذي تفاح مهجن، خالط الملعش من زيدين فيه باش أعطيك المنطر كلي يزيد فيه القرعاء، كلي يزيد فيه التفاح، كلي شبخور، مهم خالط، مهجن، نسبة الإنتاج باش يكفي الكوكب الأرض، راك يدروه مع ناصير اللي كتباش تعطينا حبة كبيرة، باش كونت الاكتفاء الداتي والاكتفاء الغداء العالمي، ولكن كيمقوح وجدت لطبيعية بيون موجودة، ماشي من العاد مرام موجودة، حال التفاح، البلدين هكين، ومشكلة أنه أرخص أنواع التفاح، ما كيبغيوش لا، في واحد الحرورة واحد مرورة، عادك مرورة حرورة هي باوم، هي سيدهم، هي العلاج هي كل شي، هذا يغسلوها، يجدونها غنبتها ويزرعها، ويزدوها مع القادية الصغيرة الحامض ومع القادية كبيرة العسل، ويطحنها، من يقول التفاح خصوصاً التفاح البلدين هكذا، مركز، مغندي، مقاوم، وفعالية، ومداد الأكسادة، ومداد فيتامين سي، ومداد الكولاجين، ومحافيز مادة الميلالين، ومدادة مقوية من فيتامين سي، فيتامين باوحدة بيستا، المعادة الأملح، يقول مثلاً الحامض مبيض، وهو مبيض مثلاً، مبيض كدير الدميحلال، باش نحيدوها باش تخليوا ديك الماسام منفسها وحرات مطلقة تخرج لبغينا عرقنا ولا خرجنا شي دهون وشي حاجة كتخرج بأرياحية مشكلة الخروج كتلقاج لطبقة جلد ميتة زارت عليها كدك شكام كولي رد عكسي أشكي وقع كولي تضخم دي الإفرازات منيك تضخم أشكي مجمورة تعفون ومور تعفون كتجي بيكتيريا كنعفو بيكتيريا باش كتتغدى كتغدى بالأملاح ومن السكريات ومن البروتينات ومني ما كتسباش تغدى كتغدى بالجدار دي لدك الماسام كتأكل منها وولك يخلي الحبوبة كتكبر وكتوسع منيك كتبارك كتبقى لنا حفرة قداش هذيك شنقمالها خصوصا بيكتيريا ما كتكونش في الهواء لقد كتغدى كتغدى أولا بأشياء عاد تمثيل ضوء عشر للضوء زائل المواد اللي كتكون ظاهرة خصوصا كائنة حيوانية ولكن منيك ندخلوه الحويجة كتكون غابرة كتغدى بدايةها كتدير إعادة تدوير تعديك المنطقة وكتتوكل من دي الجيدار دي للماسام منيك تتوكل منه بحدك تتوكل منه هي اللي حتيكتر والحبوبة كتعراض والحفرة كتعراض كتبقاش تعرج هذي شنوسمو السبب الأول هو طبقة الجيل الميتة ومنيقول طبقة جيل الميتة القلوم بمشيش بعيد نوض خد الخرقاء حكي ما تحك هذي كعطيها بالجلد وقد تمرضوا في البشرة الوجهة مكيدرش لي خرقاء نهائيا أنا بعد مرات كنقول لشي ناس خوصوك يتواصلوا معي كنقول لها ترتي في الوجهة كهذا كنقول لها ترتي الخرقاش جديدة أقول لها ترتي طولة أعيب الله الوجهة كتدري خرقاء بحالة شبح الفوطة وفي صوابينها وصابون مرة في الأسبوع كتجيو التقشير هو واحدة كتجيو زويتها وشي حويجات القهوة قلنا القرفة قلنا الخرقهم قلنا كنزاف دي استعمالي ترحة كل موجود وشي فتنا اخوة نكروا الوصفة؟ مع القاس غيرة دي الحامد لا نكروا هش حال في الأسبوع؟ لا أما جمعت في الأسبوع بسبب اللي عنده أدو عادية اللي عنده محب شباب يالله في الإيبان وكده ولكن اللي عنده حالة متقدمة هذي اللي لغ تديره يوم أهيه يوم الله والنهار اللي مغديرش فيه أترجع لنا اللي قلناها البارح والبارحين شناية وديل مع القصغراء ديل القرفاء مع القصغراء ديل خرقوم تغلو داك الماء نسحو بالبصرة من الدخول الدر أو نبغيو الناس نغدي ونقوي ونحفظ الدورة الدموية كذلك ندير معالجة مضاد الالتهاب وتفرق عليكم والسلام عليكم تبارك الله عليك أخويا اليوم مفتاح ماشاء الله عليك وصفات اليوم جميلة جدا تمنى المسمعين لنا يكونوا قيدوها ويطبقوها لهم ونوريدتهم تحية كبيرة لمتتابعين أو في دينا فقرة العشاب مع أخويف تح الشاب سلامي أيضا لكل المتتبعين دينا استمروا دائما في تواصل على أرقامنا المعتادة سواء رقمنات الواتساب أو كذلك رقمنات التنطق هكذا نكون وصلنا لختم حلقتنا ديليوم برنامجكم الأوسري للا فاطمة شكرا على محبتكم وعلى متابعتكم شكرا أخويا عبدالهب مسودي بقيت أوقات ممتعة ما باقي برامج إذا عدتكم أما فهمش هي طيبة للجميع